أهلاً وسهلاً بكل التلاميذ والتلميذات وأولياء الأمور تمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إذن بعد صدور مذكرة وزارية حول تمديد الدراسة إلى غاية شهر يوليوز وكذلك إنجاز الفروض الأخيرة في نهاية شهر يونيو بالنسبة للتلاميذ الإبتدائي والإعداني وبسبب هذه المذكرة فإن العديد من التلاميذ وأولياء الأمور يتسألون عن الكيفية التي سيتم بها برمجة الدراسة والفروض خلال هذه الفترة المتبقية ولهذا فقد أكدت مواقع لها علاقة رسمية بالوزارة أو بوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة أن الدراسة ستتوقف لمدة أسبوعين من 13 يونيو إلى 25 يونيو 2022 خلال فترة امتحانات البكالوريا بسبب تكليف أساسية الإبتدائي والإعدادي والتنوي بحراسة تلاميذ الأولى بكالوريا والثانية بكالوريا الجهوي والوطني إذن بالنسبة للفروض ستتبرمي يعني عليكم مبرمجة بعد 25 يونيو بالنسبة للإبتدائي والإعدادي إذن أنتمنى نكون في تكم شكرا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر